أكد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين تحترم قرارات الشرعية وحكم حكمة العدل الدولية دون الإخلال بالحقوق التاريخية والقانونية الثابتة للمملكة نعم وذلك استنادا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة ووفقا لما ورد في القانون رقم 8 لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة وقال سعادة وزير الخارجية ردا على سؤال مقدم من النائب البرلماني محمد السيسي البعينين حول المعلومات المنشورة في مقال صحيفة لوبوان الفرنسية للكاتب إيان هاميل في الثالث من نوفمبر 2021 بخصوص الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية إن وزارة الخارجية تتابع ما ورد في المقال المذكور من حجج وأسانيد قانونية تستقيم مع مبادئ القانون الدولي وهي محل البحث والدراسة المتأنية وأضاف أن مملكة البحرين تؤكد أهمية حمل الخلافات الحدودية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالطرق السلمية وقد أعلنت المملكة في أكثر من مناسبة استعدادها لبدء مباحثات ثنائية مع دولة قطر طبقا لما جاء في بيان قمة العلة الخليجية بهدف معالجة كافة القضايا والموضوعات العالقة وكان النائب محمد السيس البعينين قد تقدم بسؤال لسعادة وزير الخارجية بشأن المعلومات الواردة في مقال منشور في صحيفة فرنسية للكاتب إيان هاميل والمستند إلى أراء وتعليقات فقهاء وبحثين في القانون الدولي والتي تؤكد أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في عام 2001 قد حرم مملكة البحرين بلا مبرر من الثروات والموارد الطبيعية التي تقع ومياهها الإقليمية فضلا عن اكتشاف العشرات من الوثائق التاريخية المزورة التي قدمتها دولة قطر للمحكمة بسؤينية وتم الاكتفاء بسحبها دون أي محاسبة وفقا لقواعد القانون الدولي العام بعد أن تخلت دولة قطر عن تلك الوثائق التي ثبت من قبل خبراء المحكمة أنها مزورة علما بأنه وحسب ما جاء في المقال المشار إليه أن محكمة العدل الدولية استندت في خط ترسيم الحدود بين مملكة البحرين ودولة قطر إلى خريطتين متناقضتين الأمر الذي يترك شكوكا جدية مع قوائد العدل والإنصاف حول دقة هذا الخط ترجمة نانسي قنقر